الخبر مؤكد والخبر أيضا مؤكد على قناة الجزيرة في قطر حفظ الله قطر وحفظكم الله فلذلك هنا بعض النصائح أو أكمل الجزء الثاني من النصائح الربا احذر الربا ترى البعض يأتي يستهين بالربا في كندا والله الربا مدمر للحياة احذر الربا اسجد لله ابكي لله أنك ما تقع في الربا ولا أحبابك ولا بناتك البعض يقول لك أنا ما بهمني لما ذكرت بالجزء الأول أنه دير بالك دير بالك لكن كانت زوجتك مستعملها كبانشينج باك دير بالك حسن علاقتك معاه لأنه لما تيجي هنا رح تنتقم منك البعض بيقول أنا مش جاي بزوجتي أنا ماني جاي بزوجتي أنا سأأتي عزوبي حتى لو جيت عزوبي ترى إلها أيضا تحديات أنا تأتي براسك لا 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 إلها تحدياتها وإلها ضريبتها وقد تقع أو في زواجة تجعل الآلام مدى الحياة معاك وتدخل في زواجة لا هي من عاداتك ولا تقاليدك ولا ذوقك ولا دينك ولا 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 بس مشان الأوراق ثم تعاني معانا وتكون في سكارز علامات على قلبك وآلام مدى الحياة انتبهوا من سهولة 9-1-1 9-1-1 لهو اتصال بالشرطة يعني إذا عطس الزوج 9-1-1 انتبهوا من هذا الأمر لأنه إذا دخلت الشرطة بين الزوج والزوجة طيب صعب أحيانا أنك تصلح القلوب فدائما اترك الأمور لأولياء الأمور ترك الأمور لرجل امرأة عندهم حكما يصلح ذاتا بينكم بس إذا ركضت إلى 9-1-1 بدل ما تركض إلى 1 الله سبحانه وتعالى وتدعو الله سبحانه وتعالى يصلح ذاتا بينكم ترى مصيبة لا تظن يا أخي الحبيب أختي الفاضلة أني أسودها وجهكم بالعكس أنت ستجد أن لو سمعت الجزء الأول ستجد أنك أقول لك في حفرة رح توقع فيها ابعد بس مجرد التحذير وأيضا نقطة هامة جدا البعض بده بس يجي ويندمج في المجتمع ويصير مزيج من المجتمع يا جماعة الخير اختلافنا رحمة أنت اختلافك كمسلم ترفع راسك لا أقصد ترفع راسك تكبرا ترفع راسك عزة وأنا أقول لك هذه من تجربتي البسيطة المتواضعة 40 سنة في كندا وفي تورونتو مكان واحد تورونتو كندا 40 سنة blend in bleed within يعني لما بدك بس تدخل وتندمج ومزيج وما بهمني الدين وما بهمني العادات وما بهمني ما بهمني هذا يعتبر نزيف داخلي بفترة بسيطة تجد أنك فقط أمور كثيرة فقط نفسك البلد غالية انتبه ترى البلد غالية لا تتوقع أن والله أنا البلد وقادر دير بالك ترى البلد غالية بدك تكون بعون الله سبحانه وتعالى حاسب هذا شو معنات البلد غالية أنا أقول لك شو معنات البنزين اليوم بتاريخ اليوم في كندا لتر واحد دولار وخمسة وسبعين سنت شو معنات هذا الكلام اللتر بليبيا أربعة سنت تخيل أربعة إلى مئة وخمسة وسبعين سنت تخيل أربع رجال هنا هنا مئة وخمسة وسبعين رجل اللتر البنزين في ليبيا الحبيبة الغالية أربعة سنت اللتر في كندا الآن في تورونتو دولار وخمسة وسبعين سنت بمناطق ثانية وصل أكثر من دولارين انتبه العيشة غالية فكون مستعد لا أخوفكم يا جماعة الخير مرحبا بكم حياكم الله بعد استخارة الحشيش الحشيش أصبح قانوني في كندا معناته محلات الحشيش بكل مكان اللي بسموها مروانة في كل مكان انتبهوا انتبهوا البعض يقول لك أنا ما عليه الشباب وخليهم شباب شو صلاة شو مش عارفش والله بعض ما يسمى شباب أنا دفنتهم بإيدي لما استهانت العائلة أو الأم والأب اني الله شباب بلا صلاة بلا مسجد طيب دخلوا بحشيشه غيره غيراته قتلوا أنا دفنتهم بإيدي أحباب الله بعض الأخوات مثلا أو الأخوة بدهم يفتحوا تجارة معينة لا تستعجل تفتح محل وتحط أمالك وتحط تعبك وشقع عمرك نو جرب لما تصل كندا بالسلام ان شاء الله جرب على ما يسمى أونلاين أونلاين مثلا انت شاطرة وبارع وما شاء الله عليك بعمل الحلويات أفرضنا جربي على النت ابني اسم على النت يعني شبكة العنكبوتية جربي انك تبدعي وتكوني شغالة بأمانة وتربي اسم وتربي سمعة ساعتها بتفتحي محل وأربعة وخمسة بكل سهولة الأمر أيضا الهام جدا جدا البعض يأتي بالملايين الله يبارك ولكن بتخبه في بيت أو بتخبه في عمارة مع عائلته ما يندمج مع الأسرة المسلمة أو الجالية المسلمة خايف على ملايينه طيب ولكن وأيضا لا يأتي إلى المسجد على فكرة انت يا مسلم عندما لا تأتي إلى المسجد عموديا vertical والله ستأتي إلى المسجد horizontal محمول على الأكتاف فلا تخب نفسك خب ملايينك الله يزيد يبارك لا تخب نفسك عائلتك عن المسجد عن الجالية الإسلامية أحباب الله هذه نصائح بس على السريع وقد يكون فيه نقاط ثانية وأقول أني بس أحب أني أقدم أمر ما لهو إضاءة تحط إضاءة على بعض الأمور اللي قد تكون خفية جدا جدا والبعض يستهين فيها وهي بالنسبة لنقطة هذه أو النقطة هذه قد تعمل فارق كبير في الحياة أو في المعيشة فلذلك والله هذا بس فقط لله أكثروا من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة A